أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الحكومة على توطيد جسور الثقة بينها وبين المواطنين من خلال تحقيق التواصل دائم لتلقي الشكاوى عن طريق منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وخلال متابعته لحصاد جهود المنظومة خلال شهر إبريل الماضي أشار الرئيس الوزراء إلى الحرص على تحقيق أنسب استجابات ممكنة طبقا لطبيعة كل شكوى وذلك بالتنصيق مع جميع الوزرات والمحافظات والجهات الحكومية الأخرى المرتبطة بالمنظومة إلكترونيا هذا وأوضح بيان مجلس الوزراء أنه تمت الاستجابة لأكثر من 74% من إجمالي الشكاوى الموجهة إلى الوزراء والمحافظات وأجار الانتهاء من الباقي